السلام عليكم و اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مدرسة الكارزمة اتعلمنا لحد دلوقتي في المدرسة دي يعني ايه كارزمة و ايه الحاجات اللي ممكن تزود الكارزمة بتاعتي و ايه هي اساسيات الكارزمة و ازاي اتغلب على الخجل بتاعي و في الحلقة دي ان شاء الله هنكمل موضوع مهم جدا ازاي دايما يكون عندك كلام ازاي دايما تفضل تتكلم و الناس تفضل تسمع لك ازاي تكون انت محطة انظار الناس كلها وتفضل الناس منتبهة ليك كأنك كده منارة وسط الناس والناس كلها تفضل مركزة و كمان حب انها تسمعك انت النجم اللي واقف انت اللي عندك الكلام انت اللي عندك ازاي هنتكلم دلوقتي مع بعض انت اللي بتدير الحوار بتاعنا كله وبطريقة ما تدقيش اي حد مشهد يعبر عن الكارزمة واحد واقف وسط الناس عملي يتكلم و يدير حوار والحوار ده الناس مستمتع بيه لو عزين انت عرافوا ازاي نوصل للمحلقة دي تابع معي الحلقة دي كويس جدا من مدرسة الكارزمة اللي مش عارفين مدرسة الكارزمة فمدرسة الكارزمة هي عبارة عن فقرة موجودة داخل برنامج الزتونة لتلخيص الكتب البرنامج هنا فيه تلخيص كتب فيه soft skills وفيه recently او فيه دلوقتي مدرسة الكارزمة اللي هي برضو من اعتبارها من ضمن ال soft skills اللي موجودة في الحياة هي مهارة بنتعلمها وبنتوارها ونقدر نتدرب عشان نقدر نوصل لمراحل عالية فيها ومدرسة الكارزمة هدفها الاساسي انها توصلك للمراحل دي كل حلقة بتكمل التانية ومدرسة الكارزمة ماشية في سياق متصل كله ببعضه وعشان كده مهم جدا انك تكون عامل اشتراك هنا في القناة وانفعل خاصية الجرس عشان تتابع كل الحلقات اول باول زي ما قلنا بالكده الكارزمة معناها ان الناس تكون حاسة بوجودك انت وجودك مؤثر في هذا المكان وواحدة من اشهر الطرق اللي انت بتأثر بيها على المجتمع اللي انت موجود فيه وبتقوله كده ان انت عندك كارزمة هو انك تكون بتتكلم او بتدير الحوار اللي موجود فيه يعني لو انا اللي بتتكلم او انا واخد معظم الحوار او انا اللي بدير الحوار مع الناس الناس هتشوف ان انا انسان كارزمة لو هي مستمتعة او هي مشدودة اللي انا بقوله خليك برضه عارف ان الموضوع مش كلامه خلاص يعني لو هو بكتر الكلام انت هتكون كارزماتك يبقى اي حد رغاي كان كارزمة ولكن الموضوع ليس كذلك. الموضوع عامل مثل الميزان. انت توازن بين حاجتين في كلامك. بين ان انت بتعبر عن نفسك. بتعبر عن خبرتك ورأيك وكل الكلام ده. وبين انك بتسيب اللي قدامك برضه يعبر عن نفسه. لو الكافة بتاعت ان انت عملت تتكلم عن نفسك واهتماماتك واحلامك وكل الكلام ده هي الكافة التقيلة. الناس هتزهق منك والناس مش هتسمعلك. ولو انت برضه سبت الناس تعبر هي اكتر عن نفسها وانت ما بتتكلمش وما بتعبرش. انت هتكون انسان ملكش وجود قوي. فبالتالي انت عشان تكون كاريزمة لازم تمسك العصاية من النص. انا لازم اعبر عن نفسي بس في نفس الوقت هحسس اللي قدامي انه هو برضه بيعبر عن نفسه. دي كده هتكون بمثابة قاعدة ذهبية دايما هتكون موجودة في ال background بتاع موخك. يعني دايما كده انت بتفكر فيها وانت بتتكلم. خليها دلوقتي على جنب وهنعرف ازاي دلوقتي تفضل على طول تتكلم وتفضل على طول تحسس اللي قدامك انه هو معاك. كيه قاعدة جميلة جدا في الموضوع ده اسمها قاعدة كاريم بالكاف. كاف الف ره ميم القاعدة دي بتقولك ان انت عشان تكون دايما بتجنريت او بتولد افكار للحديث مع اللي قدامك انت غالبا هتولد اربع انواع من الافكار. لا يم هتتكلم عن قصه ل copies لاتم هتتكلم عن امنية لا يم هتتكلم عن رأي لاتم هتتكلم عن معلومة قصه امنية رأي معلومة اي حاجة احنا بنحكيها او بنتكلم فيها مع ناس غالبا هتكون مكوانة من الاربع حاجات دي. لا ام قصه بتعبر عن ال experience بتاعتك او الخبرة بتاعتك في اي مجال. لا اما امنية او حلم او اي حاجة انت نفسك تتحقق بتتكلم بعه عن احلامك في الشغل احلامك في السفر احلامك في الدراسة او اي احلام فالدنيا. في المجتمع اللي انت موجود فيه ممكن يكون رأي حتى في فيلم انت شفته او في كتاب قريته واخر حاجة معلومة انت بتقول حقيقية انت بتقول معلومات انت بتقول تواريخ انت بتقول حاجات هي غير قابلة للشكل حاجات حقيقية الاربع مكونات دول هم اللي بيشكلوا اي حديث فلو انت دلوقتي عايز دايما تفضل تتكلم مع الناس والكلام بتاعك ما يخلصي فكر في ايه القارم اللي هتستخدمه وخليك بتجدد في القوارم بتاعتك يعني مثلا انت دلوقتي بتحكي قصة فانت خليك عارف كده في دماغك انك لما هتخلص القصة دي وعايز تفتح حوار تاني ما يكونش قصة يكون رأي يكون امنية يكون اي حاجة تانية غير فكرة القصة طبعا ده طبقا للكلام اللي موجود دلوقتي يعني مثلا لو انا دلوقتي واقف وسط الناس وحد مثلا بيقول يا دانا والله حصيرت لي مثلا قصة وانا في اسكندرية كانت قصة مضحكة جدا وابتدى انه هو يتكلم فلو انا عايز ادخل في الحوار بتاعه غالبا هقول رأي يعبر عن القصة بتاعته دي وبعد كده احكي القصة بتاعتي انا يبقى انا قلت رأي وقلت قصة انت اللي بتشكل انت هتستخدم انهي element او انهي عنصر من العناصر دي ولكن الفكرة برضو احنا بنستخدمهم ازاي حاجة من الحاجات الوحشة جدا ان الناس يفضل بتتكلم زي القطر واللي قدامك يفضل ياخد منك الكلام كده يقولك اه 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 زي ما قلنا في الاول في ميزان انت لازم تحسس اللي قدامك انه هو برضو مشترك معاك في الكلام اللي انت بتقوله فبالتالي هنعمل في القاعدة بتاع تقارم دي حاجة زيادة هنزود عليها كلمة السؤال انت هتسأل سؤالين في اي حاجة انت بتقولها يعني لو انت مثلا بتتكلم في قصة هتسأل سؤالين لو بتتكلم في رأي هتسأل سؤالين هتسأل سؤال في نص الحاجة اللي انت بتقولها او بتحكيها وسؤال في الاخر السؤال اللي في النص اسمه yes or no question يعني سؤال بينتهي اجابته بقى او لا ده سؤال غرضه الاساسي جذب الانتباه اكتر من الناس ان الناس لو مش مركزة معاك في نص القصة اللي فاتت تبتدي تركز معاك في باقي القصة اللي جاي يعني مثلا دلوقتي لو انا بحكي معلومات ممكن في النص كده او مسأل واقول انت كنت تعرف المعلومات دي قبل كده طب انت حد قالك حاجة شبه كده قبل كده ده بالنسبة اللي في نص كلامك في اخر الكلام بقى هنسأل سؤال كده بيسموه open question او السؤال المفتوح اللي هو السؤال اللي بيبتدي بكلمة ايه او ليه او ازاي يعني سنتسأل اللي قدامك تقول له ايه رايك في اللي انا كنت بقوله دلوقتي او ايه رايك في المعلومة دي ايه رايك في القصة بتاعتي طب لو كنت مكاني في القصة بتاعتي دي كنت انت عملت ايه كل الاسئلة دي هي اسئلة مفتوحة غراطة ان اللي قدامك يحكي في باراجراف غراطة ان اللي قدامك يقول كذا جملة ورا بعض ده يحسس اللي قدامك ان انت مهتم بيه يحسسه كده ان هو ليه وجود زي ما انت ليك الوجود بتاعك هو كمان بيتكلم وبيشارك ولكن في حقيقة الامر انت اللي عملت الحوار ده انت اللي عملت creation او خلقت الحوار ده من العدم الحد اللي انت سألته ده هيكون بيرده اي نعم وبيتكلم براحته ولكن ها ما كانش هيكلم كده لولا انك حكيت قصة وسألته سؤال بعد ما اللي قدامك بيخلص البراجراف بتاعه او بيخلص الاجابة بتاعته تقوم ترجع تاني وتستخدم نوع جديد من انواع الكارم اللي احنا قلنا عليهم في الاول طبعا يستحسن زي ما قلنا ان انت تغير ما تبقاش انت مثلا بتحكي في قصة فاللي قدامك يرد ويقعد تكلم شوية وبعكاد تقوم تاخده القصة تانية ممكن تاخده الرأي ممكن تاخده المعلومة ولكن بعد ما بيخلص بتقوم تاخد منه كلام تاني وتبتدي القارم الجديد بتاعك خلي بالك برضه وانت واحد بتتكلم مع ناس لازم تدخل كل الناس الموجودة في المكان ده في الحوار اللي انت بتتكلم فيه واي حد هو مش هيكون مشترك معك في الحوار بتاعك هتلاقيه بعد فترة مشي فانت لو عايز تفضل مسيطر على حوار في عدد كبير من الناس لازم تخلي كل الناس تشترك والكلام ده بيختلف باختلاف الشخصيات الخط اللي قدامنا ده بيتكلم عن ازاي الناس بتعبر عن نفسها فكرة يسمها إكسبريسيفنس انت ممكن تكون إكسبريسيف قوي بتعبر عن نفسك قوي وممكن تكون كونزيرفاتف اكتر تكون متحفز بالزيادة فالحد اللي مش بيحب يعبر عن نفسه ده انت هتكتفي بس انك تبصله وانت بتتكلم انك تبصله وتحسسه انه هو مشارك معك في الحوار هو بالنسبانه مش طالب اكتر من كده علشان يكون مستمتع بالحوار بتاعك او داخل جوه الحوار بتاعك هو بينه وبين نفسه راضي عن النتيجة دي وفيه ناس وسطية اللي هي بتحب تعبر عن نفسها ولكن مش بصورة مبالغ فيها الناس دي هيا لانا تتبع معها اسلوب الاسئلة اللي انت تسألهم سؤال في النص وسؤال في الآخر وتعد تنوع الاسئلة باختلاف الاشخاص اللي موجودة اما اصدقائنا اللي في المرحلة الثالثة هم الناس الاكسبريسيف جدا الناس اللي بتحب تعبر عن نفسها بطريقة مبالغة جدا دي ناس انت لازم تسكتهم عشان تعرف تمتلك الحوار لان الناس دي لو ابتدت انها تكلم وتعبر عن نفسها وتعبر عن رأيها وكل الكلام ده انت هتفقد منصة الكلام بتاعتك فلو انت عايز تكون انسان كاريزماتيك كده وليك حضور لازم توقف الناس الاكسبريسيف دي بس السؤال اللي هنا هنوقفهم ازاي يعني هتو بقى تتكلم مع حد كده تقول له لو سمحت بقى بطل كلام ديني فرصة تتكلم شوية لا طبعا الموضوع مش بيمش كده انتروبت ان انت هتقطعه في نص الكلام وخطوة تانية اسمها اليس نو كويتشن او السؤال اللي بينتهي بقى اه او لا يعني مثلا هتكون واقف تتكلم مع حد والحد ده عمال يحكي عن نفسه ويحكي مثلا عن تجربة ان هو سافر بلد ما فيقول لك والله اذا انا كنت في اوروبا وكنت بعمل شوبينج وجو كان سعع جدا وعلى فكرة في ان دي بلد حلوة جدا ويفضل بقى يتكلم عن نفسه كده شوية لو انت بقى عايز تاخد الحوار او تاخد الحديث لناحيتك تقول له يا ده فعلا شهر مش احسن حاجة بس انت عارف لو انت كنت موجود في وقت رأس السنة او في وقت مسلا شهر ديسمبر او اول يناير الموضوع كان هيختلف جدا انا كنت موجود في اوروبا في الوقت ده وحصل لي واحد اتنين ثلاثة انت لما اطعته في الكلام هو ابتدى ينتبه معاك وبيت انت في اللحظة دي مركز الانتباه لو اي حد موجود في المكان ده هو ابتدى يبص عليك انت لان انت اللي اطعت لحد اللي بيتكلم وكل انك سألت سؤال هيترد عليه بكلمة واحدة انت خليته يفكر كويس في الاجابة اللي هو هيقولها وما يفكرش الخطوة اللي بعد كده عاملة ازاي فبالتالي انت وقفت يسيل الافكار اللي موجود في دماغه وبالتالي انت وقفت يسيل الحديث فسهل جدا دلوقتي ان انت تاخد الحديث لناحيتك خلي بالك برضو الشخصية دي لو مركزة يعني معاك ومركزة في اللي انت عملت ومعاها كده وان انت اطعتها في الكلام بعد شوية هتحب ان هي ترجع الحديث نحيتها فبعد شوية ممكن يعمل حاجة شبه اللي انت عملتها مش مشكلة انك تطلع الحوار برا ايدك شوية لبعض الناس ولكن خليك مركز ان بعد ما يقول الجملة بتاعته تقوم ترجع وتكمل نفس الحاجة اللي انت كنت بتحكيها او بتقولها اللي هو بعد ما يخلص تقول لهم انا عايز اكمل لكم الكصة او الحاجة اللي انا كنت بقولكم عليها فبالتالي هو ساعتها هيسكت ومش هيطاعك تاني وهتكمل الحاجة اللي انت كنت بتقولها لغاية الاخر وتقدر بعد كده تعمل التكنيك بتاع السؤال وبعد كده قارم ومن ضمن الحاجات الكويسة اللي انت ممكن تعملها في البيت قبل ما تروح اي مجتمع عشان تقدر تتكلم معاه هو انك تجهز نموذج او مثال لكل حاجة من الحاجات اللي موجودة في كلمة قارم تجهز قصة انت ممكن تقولها لمعظم الناس تجهز رأي تجهز امنية وتجهز معلومات ده مش بس هتساعدك ان انت يكون عندك كده معلومات وكلام تقدر تقوله للناس لا كمان هتساعدك ان انت تتغلب على الخجل زي ما اخدنا في الحلقة اللي فاتت وبكدا نكون خلاصنا حياتا النهاردة من حلقات مدرس الكاريزما السنانة الاسبوع الجاي هنتكلم على ازاي تتعامل مع التهديدات والاهانات في اي مجتمع ازاي لما حد يبتدي هجمك في اي مكان تبتدي ترد عليه بطريقة ما تضيعش الكاريزما بتاعتك بس ما تنساش بقى اللايك وسبسكيبشن والكلام ده كله عشان تفضل متابع كل حاجة بتنزل هنا في البرنامج شكرا ليكم واشوفكم على خير حلقة جاية ان شاء الله كان معكم مايكل راشد برنامج ازاتونا شكرا اشتركوا في القناة